السلام عليكم يا شباب هناخد نهارة سكشن الثاني من مادة المحاسبة المالية المتقدمة زي ما اكلمنا في السكشن اللي فات عن الموضوع الاول وخدنا فيه المحاسبة عن العمليات النقدية والاجلة وخدنا فيها حالتين العمليات الاجلة خدنا فيها لها تصوية المعاملة بعملة اجنبية قبل تاريخ الميزانية وبعد تاريخ الميزانية .ترجمة القوائم المالية .ترجمة القوائم معناها التعبير بواسط العملة المحلية عن مبالغ يلطก قياسيا بالعملة الأجنبية .يغيرذة القياس من العملة الأجنبية للعملة المحلية ممكن اقول كمان ان هي بيقصد بها ان انا اوحد وحدة القياس النقذي دفتريا عن طريق نحول ارصدت حسابات الاصول والاتزامات والارادات والمصرفات في القائمة المالية المعبر عنها بعملة دولة ما الى ما يعادلها من عملة دولة اخرى يعني انا مثلا عايز القائم بتاعتي بدل ما يبقى بالجنيه وبالدولار وبالريال لا كلها تبقى بالجنيه فانا دي معناها ان انا عايزة ايه اعمل قوائم او قائمة مالية لقوائم مالية الموحدة لما بقى عند شركة قبضة وكذا شركة تبعة عايزة اعرف في الاخر انا عايزة اعملها بعملة واحدة طيب اهدف ترجمة القوائم المالية الموحدة بالعملة الاجنبية ايه هدفي ان انا عايزة اعمل قوائم مالية موحدة للشركة القبضة والشركات التبعة ليها واللي بتقع في دولة وعادة الدول الاجنبية مختلفة تاني حاجة اقدر اقارن ما بالنتاج المنشآت الاجنبية الواقع في دول مختلفة أقايم أداءها آخر حاجة أوفر معلومات عن الشركات التابعة لمتخز القرار في بلد الشركة القبضة طيب أنا عندي طرق الترجمة طرق الترجمة عندي المقررة علينا طريقتين طريقة زمنية دي مقررة نظري بس طريقة السعر الجاري دي اللي احنا نتكلم عنها بالتفصيل شوية لما مقررة جزء النظري بتاعها والعمل طيب أنا عندي لما يجي ترجم القائم مالية عندي 3 أنواع من أسعار الصرف اللي هتستخدم واللي هلاقيها في المسائل عندي هيجيب لك 3 أسعار صرف امتى السعر دا وامتى هنستخدم دا هنحسب المسالة وحسب الطريقة طريقة الترجمة اللي هنستخدمها وطبعا احنا قلنا في المسائل اللي احنا هنتكلم عنه هيبقى طريقة السعر الجاري طب أول سعر عندي اللي هو سعر الصرف التاريخي دي السعر اللي كان سيد في تاريخ نشأة المعاملة. تاريخ سعر الصرف الجاري اللي هو السعر في تاريخ اعداد القوانين المالية. اللي هو سعر اللقفال. وده تتلمنا عنه برضو. السعرين دول تتلمنا عنه مابل كده في السكشن اللي فات. متوسط سعر الصرف خلال السنة المالية. يبقى دول الثلاث اسعار اللي انتو هتلاقوهم في المسائل. طيب تعالوا نشوف كده مكرنة بسيطة ما بين طريقة زمنية وطريقة سعر الصرف الجاري. سواء في البنود اللي بتخص قيمة المركز المالي او بنود قيمة الدخل. زي ما ان الطريقة الزمنية بالنسبة لك ان انت عايز سعر فيها النظري. ممكن يجي لك مسائل فيها. يعني ممكن يجي لك سؤال نظري فيها. لكن العمل هي هيبقى على سعر الصرف الجاري. طيب الطريقة الزمنية بالنسبة لبنود قيمة المركز المالي. في بنود بتترجم بسعر الصرف التاريخي وفي بنود بتترجم بسعر الصرف الجاري. بالنسبة لبنود يعني لو كان تقييمها بالتكلفة خصوم طويلة الأجر زي كروض طويلة الأجر حوال ملكير اللي هي بقى رأس المال والاحتياطات الأرباح المحتجزة والخسار المرحلة كل ده بنسبة لنا البنود بيتم ترجمة البنود دي بسهر الصرف التاريخي طيب البنود التانية هتترجم بسهر الصرف الجاري اللي هي من الآخر أصول المتدولة وخصوم المتدولة اللي هيبعنا أدية مدينين أوراق قبض يراد مقدم يراد مستحق مصروف مقدم المخزون السلعي لو تم تقييمه بسعر الصور خصوم المتدولة زي الدائمون أوراق دفع كروض قاصرة الأجر دول كلهم بيترجموا بسعر الصرف الجاري طيب بعد كده خلاص احنا عرفنا البنود ترجمناها وكل حاجة هنبدأ أن احنا عايزين نحدد الفروق بتاعت الترجمة عشان أحدد الفروق بقارن ما بين الجانبين بتواقق قيمة المركز المالي لو إجمالي الأصول أكبر من الخصوم يبقى بالنسبة لي يطلع لي حاسبها مكاسب الترجمة ده بالنسبة لي ربح مكاسب الترجمة أما لو العكس دفديخ صورة أو خسار الترجمة طيب بالنسبة لبنود قيمة الدخل وفقا للطريقة الزمنية البنود كلها بتترجم بواسطة المتوسط المرجح لأسعار الصرف خلال السنة المالية باستسماء البنود اللي هي علاقة مباشرة ببنود قيمة المركز المالي زي إهلاك للأصول السبتة اللي سائلين أصول السبتة بتترجم بسعر الصرف التاريخي يبقى إهلاكها يبقى بسعر الصرف التاريخي تكلفة البضاعة المباعة على حسب لو تقيمت بالتكلفة يبقى هيبقى بسعر الصرف التاريخي أما لو تقيمت لو كنت بقيمة بضاعة آخر المدة بسعر السوق يبقى تكلفة البضاعة المباعة هتبقى بسعر الصرف الجاري على حسب بتكلفة بضاعة آخر المدة أو اللي هي بضوعة آخر المدة تقيمت إزاي؟ بالتكلفة ولا بسعر السوق تمام؟ تالت حي مخصص سوق مشروع فيها مرتبط بالمدينين المدينين عمزة ده وصول متدولة فبالتالي سعر الصرف الجاري إرادة للثمارات المالية على حسب ثمارات مالية طويلة الأجل ولا قصيرة الأجل إرادة للثمارات المالية بنفس السعر المنصدم في ترقب الاتصمارات المالية لو طويلة الأجل يبقى بسعر الصرف التاريخي، لو قصيرة الأجل تبقى بسعر الصرف الجاري فويدر كروض نفس موضوعية كروض طويلة الأجل ولا قصيرة لو طويلة الأجل يبقى سعر الصرف التاريخي، لو قص hunters يبقى بسعر الصرف الجاري على حسب هي مرتبطة بإيه في قايمة المركز المالي غير كده أي بنود تانية متوسط أسعار الصرف في ملحوظة بقى مهمة ان احنا بالنسبة للطرية الزمنية مش بنترجم صافي الدخل بعد الدرائب لكن بنستبدله بحاجة تانية اسمها صافي ربح العمليات صافي ربح العمليات طيب نيجي بقى لطريقة سعر الصرف الجاري وبدلا نتكلم على ما ناخد فيها مسائل وذي اللي علينا بشكل عملي بالنسبة لبنوت قائمة المركز المالي هي كلها تترجم بسعر الصرف الجاري ما عدا حول ملكية بسعر الصرف التاريخي ممكن في المسألة ما يقول لكش حول ملكية ممكن يقول لك رأس المال والاحتشاطات والارباح المرحلة والارباح المحتاجة ده كله ناخد بنا ان دول يبقوا بسعر الصرف التاريخي تمام تاني حاجة بالنسبة لبنوت قائمة الدخل برضو خلصنا قائمة المركز المالي عشان حدد فروق الترجمة نفس الفكرة هكارن اجمال الاصول بالخصوم لو الاصول اكبر يبقى يطلع لي مكاسب ترجمة لو خصوم اكبر هيطلع لي خسائر ترجمة دي بالنسبة لنا دي متفقة في الطريقتين طيب بالنسبة لبنوت قائمة الدخل برضو كلها تبقى بسعر هتترجم بسعر الصرف الجاري مع عدد ضرائب هيبقى متوسط سعر الصرف مع عدد ضرائب هتبقى متوسط سعر الصرف طيب فيه الملحوظة هنا بقى ان هنا بنترجم رقم صافي الدخل بعد الدرائب على عكس الطريقة اللي فاتت هنا هنترجم رقم صافي ده وكمان هنكرنه بصافي الدخل بعد الدرائب المحسوب بعد ترجمة جميع بنوت قائمة الدخل ونكرنهم ببعض والفرقة يبقى يمكاسب يخسار ترجمة نتجة عن قائمة الدخل نتجة عن قائمة الدخل طيب نجي هنا مرحوظة اهمة بالنسبة لطريقة السعر الصرف الجاري للطريقة التانية ان انا مما باجي بحسب مكاسب او خسائر الترجمة في قيمة المركز المالي بجيب اجمالي الاصول بعد الترجمة نفس اجمالي الخصوم وحول ملكي بعد الترجمة ترحم من بعضها هيطلع لي يا مكاسب يا خسائر الترجمة فبتعنا نشوف اول مثال معنا فيما يلي قيمة المركز المالي وقيمة الدخل لاحدة الشركات التابعة السعودية لشركة قبضة مصرية للعامل مالي 2018 وابلك القيمة المركز المالي في 31-12-2018 وقيمة الدخل عن الفترة المنتهى في 31-12-2018 ومدينا بنود للاصول والخصوم في قيمة المركز المالي وطبعا قيمة الدخل وصلين لصف الربح بعد الدرويد طب اذا علمت ان سعر الصرف التاريخي في 1-1-2018 4 جنيه وسعر الصرف الجاري في 31-12-2018 64 جنيه متقصد السعر الصرف خلال عام 2018 44 جنيه او مدينا هو ثلاثة اصعار عايز ترجمة القيمة المالية من الريال للجنيه وفقا لطريقة السعر الجاري طيب اول حاجة البلود دي كلها بتاعت قيمة المركز المالي هنحطها تحت تاني بس هنضربها السعر الصرف بس بقا هنحدد اني سعر الصرف اللي هنضربها فيه طب نيجي هنا ترجمة قيمة المركز المالي او هنحط النقدية 60 ألف أورايا القبض 120 المخزون 180 اصول سبتة بالصفة 360 ألف هيتلاعني اجمالي الوصول سبعمية وعشرين خصوم المتلولة قصيرة الاجل 180 ألف ثم متويلة الاجل 42 ألف حويل ملكية 300 ألف اجمالي الخصوم وحويل ملكية سبعمية وعشرين ألف طبعا لازم الاتنين بيساوي بعض اجمالي الوصول والخصوم طيب انا بس فيه ملحوظة صغيرة هو انا هنا يفرق معايا مخزون المخزون متقاين بسعر السوقة وبالتكلفة لا دي كانت تفرق معايا في طريقة الزمانية اللي احنا قلنا بتختلف فدي هتبقى ايه والدي اللي احنا قلنا هناخدها نظري اما في طريقة السعر الجاري ما يخصنيش اي حاجة احنا زي ما قلنا بنود الدخل كلها بنود المركز المالي كلها بتبقى بسعر الصرف الجاري معاعدة حويل ملكية ومعاعدة الدرايب غير كده كله هيبقى بسعر الصرف الجاري ما يخصنيش بقى المخزون بسعر السوق ولا بالتكلفة تمام؟ طيب طريقة السعر الجاري سعر الصرف انا ايه بقى نشوف سعر الصرف اللي احنا هنضربه فيه وناخد ستين عالف نضربها في سعر الصرف يطلع للقيمة بعد الترجمة طيب انتهاء لنا احنا وحنا احنا قلنا كل بنود زي ما قلنا كل بنود قيمة المركز المالي هتترجم بسعر الصرف الجاري معاعدة حويل ملكية بقى ما نوصل لحويل ملكية تبقى بسعر الصرف التاريخي هي الوحيد طيب هو هنا بديه في المسألة سعر الصرف الجاري اربعة وستين ارش فاته هنا ستين الف فاربعة وستين ارش او رأي القبض مية وعشرين فاربعة وستين ارش مخزون مية وثمانين الف فاربعة وستين ارش أصول سابتة بالصوف 360 ألف 64 أرش هيطلع لي في الآخر إجمال للأصول 3.312.000 اللي هو مجموع اللي 4 بنود دي طبعا مجموعه ما يطلعها 3.312.000 تبنيجي للخصوم برضو الخصوم المتعلومة ما اختلفناش هتبقى برضو بسعر الصرف الجاري اللي هو 180 ألف 64 أرش تطلع لـ 828 ألف سوم طويلة الأجل 240 ألف 64 أرش يبقى 1.104 ألف بقى رجعها حول ملكية 300 ألف لوصلنا هول حول ملكية ناخد بالنا هتبقى بسعر الصرف التاريخي هي الوحيدة هتبقى بسعر الصرف التاريخي فانيجي هنا نقول 300 ألف ف4 جنيه اللي هو على حسب ما مجموعين في المسألة هي 4 جنيه هيتبقى لي 1.212.000 طيب إحنا قلنا ما تكسب الترجمة بنجيبها إزاي قلنا وفقا لطريقة السعر الصرف الجاري إن أنا بجيبها بجيب الأصول بعد الترجمة ناقص الخصوم محول ملكية بعد الترجمة يعني أنا هجيب الرقم ده أو هجيب 276.000 552.000 28.000 1.656.000 ناقص إجمالي الخصوم محول ملكية يعني ناقص 828.000 و 1.104.000 و 1.200.000 هاو هناخد اللادي وابراء العبد والمخزون ووصول سابتة هنجمعهم وما عندي في المسألة ناقص إجمالي الخصوم محقوق الملكية هيتلعني إجمالي الوصول 3.812.000 الخصوم المفروض التلات أرقام دول تلعيني 3.132.000 يبقى كده الوصول أكبر يبقى بالتالي كده هيتلعني مكاسب ترجمة 3.812.000 3.132.000 فبالتالي الوصول هي اللي أكبر طيب الوصول أكبر هيتلعلي 180.000 دي المكاسب دي المكاسب الترجمة بتاعتي اللي هي المكمل عشان أوصل لي أنت بقى إجمال الأصول والخصوم إيه زي بقى يعني أنا عمدي جبت مكاسب الترنامج زي ما إحنا قلنا يبقى دي الطريقة اللي بجيب بقى مكاسب الترجمة يجيب إجمال الأصول إجمال الخصوم الفرق ما بينهم ده بيبقى المكمل اللي هو يا إما يبقى مكاسب يا إما خسائر مكاسب لو الوصول أكبر خسائر لو الخصوم هي اللي أكبر طيب هنا زي ما قلنا طلع 180 ألف مكاسب بتعليه نشوف نترجم قائمة الدخل طريقة السعر الجاري بتعليه برضو هناخد نفس الموضوع هناخد البنود ونبدأ نشوف كل بند هنضربه في سعر الصرف أي سعر صرف واحدة وحدة هنشوفها تحت بس هنا القائمة هتختلف في الآخر شوية يطلع علينا كزا إكسبريشن جديد تعالوا جديد نشوف المبيعات 800 ألف هتبقى في الجاري برضو اللي هو 64 أرش تبقى 3.680.000 نقص تكلفة البدار المباعة اللي هي 400 ألف برضو هتبقى في السعر الجاري اللي هي 64 أرش تبقى مليون 840.000 مجملة الربح 400 ألف طبعا لو جمنا رقمين دول 3.680.000 نقص 1.840.000 هتطلع لمليون 840.000 برضو تمام الفرق هو 1.840.000 نيجي المصرفات التشغيل إهلاك الوصول 1.840.000 1.840.000 وما نلغبط وما نلغبط ما بين الاتنين ولكن الوصول السابتة تبقى 40.000 زي ما مزيني في المسألة هنضرب برضو في الجاري اللي هو 64 أرش هتطلع لي 184.000 مصرفات الأخرى 160.000 في 64 أرش هتطلع لي 736.000 يبقى كده الربح قبل الدرائب اللي هو هتجيب اللي هو مكمل الربح ناقص 184.000 ناقص 736.000 هتطلع لك 120.000 120.000 هو صف ربح قبل الدرائب تمام اللي هو مجمع الربح ناقص الرقمين دول ناقص مصاريف التشغيل طلع لربح قبل الدرائب ناقص الدرائب مدياري معط طبعا في التمرين اللي هو 80.000 دي نوع الدرائب في التمرين 80.000 الرقم ده الوحيد زي ما قلنا اللي هيبقى بالأي بالمتوسط ده الرقم الوحيد اللي هيبقى بالمتوسط بقيمة الدخل هيبقى بالأربعة طبعا المتوسط السعر الصرف هو مديوري في المسألة هو ب44 قرش 44 قرش فهنيجي هنا المتوسط هو 80.000 و44 قرش هتلع لل352 ألف تمام هنا بقى يظهر لي حيث ما صوف يربح الترجمة بعد يعني مش هننروح على طول لصوف ربح بعد الدرائب لا هيطلع صوف ربح الترجمة صوف ربح الترجمة اللي هو عبارة عن ربح قبل الدرائب نقص الدرائب هيطيني صوف ربح الترجمة اللي هو 920 ألف نقص 352 ألف هيطلع لخمسمية تمانية وستين ألف خمسمية تمانية وستين ألف هنقرن بقى في صف الربح بعد الضرائب صف الربح بعد الضرائب هم الجهولك معطى في التمرين اهو صف الربح بعد الضرائب 120 ألف برضو هتتضرب في السعر الجاري هتلع لقى 552 ألف يبقى كده مكاسب ترجمة بتاعت قايمة الدخل اللي هي الفرق ما بينهم 58 ألف 552 ألف هتلع لقى 16 ألف مكاسب يبقى احنا هنا بنقارج زي ما احنا قلنا ان انا هنا لازم اترجم صف الربح بعد الضرائب لما احنا قلنا ان المرحوظة ان انا بترجم صف الربح بعد الضرائب وبقرنه بصف الربح الترجمة ولو صف الربح الترجمة أعلى يبقى بالتالي هيطلع لي مكاسب ترجمة لبنوت قايمة الدخل او لقايمة الدخل يبقى انا بعد ما بخلص الدرايب بوصل لصف ربح الترجمة وبعلي كلا بكرنه بصف ربح بعد الدرايب ويبطلع لي بكاسب يا خسائر ترجمة قايمة الدخل. زي ما قلنا ملحوظة هامة ان احنا قلنا زي ما بنسبة لقايمة الدخل كله بسعر صرف الجاري مع عدد الدرايب هي اللي بالمتوسط. تمام? ازا طلب صف ربح بعد الدرايب زي ما احنا قلنا نوصف ربح قبل الترجمة كان من ديولي في التمرين مية وعشرين الف. دربناها فاربعة وستين قرش طلع لي خمسمائة اتنين وخمسين الف وبنقرنهم بصف ربح الترجمة. دي كلا الملحوظات الخاصة بقيمة الدخل وفقها لطريقة سعر الصرف الجاري. هناخد لوقتي المسال تاني بس عليه اسئلة بابلشيت بقى. هنحله برضو بنفس الطريقة وبعد كان حل اسئلة البابلشيت اللي عليها. المسال التاني ان هو برضو مديك بيانات قيمة الدخل لمركز المالي ليحدى الشركات السعودية والتابعة لشركة كبدة في مصر. في واحد وتلاتين اتناشر مديني قيمة المركز المالي في واحد وتلاتين اتناشر وقيمة الدخل. عن الفترة المنتهية في واحد وتلاتين اتناشر. ومديني اول بنوت بتاعت الاصول والخصوم. ومديني قيمة الدخل. ومديني السعر التاريخي برضو اربعة سعر الصرف الجاري اربعة واربعين متوسط سعر الصرف اربعة وعشرين ارش. طيب. نيجي بقى نشوف. الحل الاول وبعدها نبدأ نحل ايه اسئلة اربعة متوسط. طيب. هنبدأ برضو زي ما احنا كنا بديين. نحط البنوت زي ما ايه وزي ما مديني ارقامها في المسألة. ونشوف سعر الصرف اني سعر الصرف هو اللي هضربه في القيمة قبل الترجمة عشان هجيبها بعد الترجمة. اول حاجة الاصول السبتة m sinole. هنضربها في اربعة واربعين ارش اني اسصر الصرف الجاري زي ما احنا قلنا في المسالة. بعدها اربعة واربعين ارش اطلع ال który 440 deles اول ك bluetooth الرجل ال animon srsey닥 ماردتان والس việc الاشية الاجل في اربعة واربعين ارش اكتبقى 234 ab. مخزون بالتكلفة 40 ألف في 44 أرش اللي هو 176 ألف نقدي 20 ألف في 44 أرش 88 ألف مدينون 10 ألف في 44 أرش 44 ألف مصاريف المقدمة 5000 هنضربها في 44 أرش هيطلع لي 22 ألف ما لي الأصول 135 ألف نعم اديها لي في المسألة وحتى لو كده وجمعنا ده كله هيطلع لي 135 ألف ولازم تبقى مجمع الخصوم نفس الموضوع قبل الترجمة الاثنين لازم يبقوا بيساويوا بعض أما بعد الترجمة بيبقى الفرق ما بينهم دايما كاسب يا خسار الترجمة زي ما احنا قلنا فهنيجي هنا لو جمعنا القيم دي بعد الترجمة يطلع لي مليون مليون و 34 ألف هنيجي هنا لالتزامات وحقوق الملكية نركز بقى رأس المال طبعا دايع وطبع حقوق ملكية بند من بنوط حقوق الملكية فبالتالي رأس المال هيتبقى بسعر الصرف التاريخي اللي هو كان في المسألة 4 جنيه يبقى 200 ألف في 4 جنيه يبقى 800 ألف الأرباح المحتاجة ده نفس الموضوع ده بند من بنوط حقوق الملكية فناخد بنا نوم مش لازم يقولي حقوق الملكية ممكن يديني البنوط بتاعتها هيبقى 10 تلاف فاربعة جنيه بأربعين ألف ده إنون 13 ألف فاربعة واربعين إرش خمسمية أو سبعة وخمسين ألف ومتين هنرجع بقى تاني بالسعر الجاري كروت تولية الأجر برضو بالسعر الجاري 10 تلاف فاربعة واربعين إرش هيتبقى فاربعة واربعين ألف الإرادات المقدمة مديها لي بألفين هتبقى اضربها فاربعة واربعين إرش هيتبقى 8800 جنيه طيب نيجي بقى زي ما قلنا بنجيب مكاسب وخسائر الترجمة ازاي أننا بجيب إجمال الأصول بعد الترجمة نقص الخصوم بعد الترجمة هي وحول ملكية طيب الوصول بعد الترجمة هي المليون نقص الخصوم وحول ملكية اللي هو هنطرح 800 ألف نقص يعني هيبقى نقص 800 ألف 40 ألف 57 ألف ومتين نقص 44 ألف و 8800 تمام؟ هيطلع لك 950 ألف يعني أنا لو جمعت 800 ألف و 40 ألف 57 ألف ومتين و 44 ألف و 8800 هيطلع لي 950 ألف ده ايه الخصوم وحوق الملكية والأصول كده 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 كنا جايبانا أي مليون و 34 ألف ترحم من بعض ده بعد بما أن الأصول أكبر يبقى هيطلع لمكاسب ترجمة طلع لمكاسب ترجمة فيطلع 84 ألف ألف 84 ألف 84 ألف نوعا ما عادشي يا شباب هيو الرقم ده غلط لهو 3 مليون تلتمية و 12 لو يخص المسألة اللي فاتت فالرقم ده بالنسبة لنا المفروض غلط والمفروض هنا هيبقى أي مليون 34 ألف نقص 950 ألف هيطلع لي 84 ألف ايه مكاسب اللي هي هنا ايه المكمل 84 ألف مكاسب الترجمة طيب هننزل تحت هنترجم بقى قايمة اللي هي الدخل هنترجم قايمة الدخل هناخدها بطريقة السعر الجاريزة ما هو جايب عايزني في المسألة عاملة طيب صوف المبيعات كان مديالي ب 15 ألف هنضربها طبعاً في الجاري عايزي اللي هو 44 أرش بقى 66 ألف تكلفة البضاعة المباعة 8000 ف44 أرش يطلع لي 35 ألف و 2 هنضرحهم من بعد 36 ألف إنه 35 ألف و 2 يديني 30 800 اللي هو أي مجمل الربح يجي المصاريف التشغيل إهلاك الأصول السابتة 500 هنضربها في 44 أرش يبقى 222 مصاريف الإدارية 300 نضربها في 44 أرش يبقى 1320 إرادات أخرى متين المرات دي إرادات أخرى اللي هي إرادة الإستمرات المليمية في 44 أرش يبقى 440 تبقى 1 و 40 جنيه طيب صافي ربح قبل الدرائب صافي ربح قبل الدرائب هو طبعا تلف تلتمية وهو ببقى متجهولك في المسألة بقى متجهولك في المسألة هنا صافي ربح قبل الدرائب إن إنت هتجيب مجمل الربح تطرح هيبقى ناقص سبعة وشرين ألف وثمانين زائد رؤية زائد اللي ايه الربعمية واربعين زائد الربعمية واربعين اللي هو تلاتين ألف وثمانين هل يطرح منه المصروفات التشغيل اللي هي المفروض سبعة وشرين ألف ميتين وثمانين أوصولي يا شباب هي هتبقي تلاتين ألف وثمانين ناقص لألفين ومائتين ناقص ألف وثمانين وعشرين زائد ربعمية واربعين زائد ربعمية واربعين هدي سبعة وشرين ألف سبعمية وعشرين يبقى أنا لو جبت التلاتين ألف وثمانين ناقص ألفين ومائتين ناقص ألف تلتمية وعشرين زائد ربعمية واربعين اللي هو الإيراد هيديني سبعة وشرين ألف سبعمية وعشرين ده اللي هو صفر ربح قبل الدريب طيب الدريبة هم الدريب تلتمية وهي زي ما قلنا هي الوحيدة اللي بتبقى بالمتوسط بتاع سعر الصرف اللي هو عندي هنا أربعة واثنين فعني هي هنا أهي تبقى أربعة واثنين تلتمية فأربعة واثنين ألف ومتين وستين هنجيب صفر ربح قبل الدريبة ناقص الدريبة هيبقى سبعة وشرين ألف سبعمية وعشرين ناقص ألف ومتين وستين هيديني ستة عشرين ألف وربعمية وستين ده اللي هو صفر ربح الترجمة هنقرنه بصفر ربح بعد الدريب صفر ربح بعد الدريب بعد الترجمة هيديني اللي هو مديني رقمه في المسألة أصلا اهو مسألة مديني من صفر ربح بعد الدريبة ستة آلاف فننزل تحت اهو ستة آلاف نضربها في السعر الجاري سعر الصرف الجاري الواربعة واربعين ارش هيطلع لي ستة وعشرين ألف وربعمية يبقى يقارن صفر ربح الترجمة بصفر ربح بعد الدريب هيطلع لي ستين فرق ستين فرق طبعا مكاسب لأنه ربح الترجمة أكبر من صفر ربح بعد الدريب فبالتالي مكاسب ترجمة ستين دعالوا بقعا ايه؟ نحل المسائل اللي فوق أول حاجة عايز قيمة الأصول السابتة بعد الترجمة وفقها لطريقة السعر الصرف الجاري طيب عندي قيمة الأصول السابتة اهي طلعت كامكات ربعمية واربعين ألف يبقى أنا هطلع فوق أختار ربعمية واربعين ألف اللي هي الاختيار الأول طيب قيمة الاسمارات المالية بعد الترجمة نفس الموضوع هذه الاسمارات المالية ما كانش فيها غير اللي هي ايه؟ قصرة الأجل هتبقى ميتين أربعة وستين ألف ميتين أربعة وستين ألف قيمة المخزون السلعي بعد الترجمة قيمة المخزون السلعي بعد الترجمة تعالوا نشوف قيمة المخزون السلعي أهو المخزون هيبقى مية ستة وسبعين ألف أهو اختيار التالت قيمة الكروض طويلة الأجل الكروض طويلة الأجل أهي هتبقى أربعة واربعين ألف هيبقى الاختيار التالي مكاسة بقى خسار النتجة عن الترجمة وفق على طريقة السعر الصرف أو السعر الصرف الجاري في قيمة المركز المالي هتبقى أربعة وستين ألف مكاسب الترجمة طبعا هو في الامتحان بيحدد لك مكاسة بقى خسار النتجة عن الترجمة طبعا هي هنا هيوصل بيها المركز المالي وهو هيوصل بيها هنا قيمة المركز المالي لكن هو طبعا لو عايز قيمة الدخل برضو هيولك مكاسة بقى خسار النتجة عن ترجمة بنوط قايمة الدخل تمام؟ أو هيحد عايز المركز الماي ولا الدخل تكلفة البضاعة المباعة بعد الترجمة البضاعة المباعة بعد الترجمة هذه تكلفة البضاعة المباعة هتبقى 35200 نبقى لاختيار التالت إهلاك الأصول بعد الترجمة ننزل تحته إهلاك الأصول السابتة كان 2200 إهلاك الأصول السابتة كان 2200 أو الاختيار التالي صف المبيعات بعد الترجمة أو صف المبيعات أو الرقم خالص 66000 كانت طالع 66000 طبعاً لاش يمي ما سابق لأن المفروض 66000 إرادة الإستمارات المالية بعد الترجمة الإرادة وناخد بأنه هو عايز الإستمارات ولا إرادها ناخد بأنه إرادة الإستمارات المالية أهو 440 جنيه أو الـ 440 أهو فوق إذا ناخد بأنه هو بيقولي الإستمارات ولا إرادها هنا عايز إرادة لو الـ 440 اللي في قائمة الدخل قيمة الدرائب بعد الترجمة قيمة الدرائب الدريبة هاي هتبقى اللي هي أكايم 1260 1260 صف الربح بعد الدرائب بعد الترجمة صف الربح بعد الدرائب بعد الترجمة اللي هو ده صف الربح بعد الدرائب بعد الترجمة اللي هو ده اللي هو يبقى كام 26400 ستة وعشرين الف وربعمية اللي هو الاختيار التالي. اخر هي بيقولك كويمة حوال الملكية بعد الترجمة وفقا لطريقة السعر الجاري. كويمة حوال الملكية اللي انت هتاخد تقول تجمعهم على بعد. اللي هو رأس المال والارباح المحتجزة. بس هتخلهم بعد الترجمة اللي هتبقى هنا تمنمية الف زائد اربعين الف. طبعا معناها ارباح. هيبقى يتجامع عليها. هيبقى رأس مال زائد الارباح المحتجزة يتزيني حقوق الملكية بينها تمنمية الف واربعين الف. يبقى تمنمية واربعين الف. دي كومية حقوق الملكية بعد الترجمة. وفقا لطريقة السعر الجاري هو كده بجيب حقوق الملكية بان انت ايه تجمع رأس المال والايه والارباح المحتجزة. تمام ده كده السكشن بتاعنا يا شباب كده خلصناه. كده خلصنا كمان الموضوع الاول. بالتوفيق ان شاء الله. اشتركوا في القناة